أهلا وسهلا فيكم هناك عدة أسباب بتأدي إنه شركة تستغني عن خدمات موظف ولكن بيظل هناك الأسلوب كيف يكون مهني ودي ويحفظ حقوق الطرفين لهذا الموضوع سيكون معنا المهندس عبدالله حنتوش أخصائي في قوانين الموارد البشرية وفي التحليل أيضا التجاري فرح يكون معنا ضيفنا لنحكي أكتر بالموضوع أهلا وسهلا فيك أستاذ عبدالله أهلا أهلا وسهلا مهندس عبدالله فعلا الموضوع ليس سهل أنا أتذكر فيه فيلم لجورج كلوني ما أردت رنده ستكون مهمته في الفيلم أنه يطرد الموظفين الشركات تتعينه عشان يحكي الخبر للموظفين أنهم يطلعوا من الشغل لأنه بالعادة بتكون أحيانا فيه ردات فعل غريبة عنه يعني مش كل الأشخاص بيستقبلوا هذا الخبر خبر كثير سيء يعني بيكون بالنسبة لهم ففعلا شو هي المواقف اللي بتطلب الاستغناء عن الموظف تمام هلا بالنسبة للحالات اللي من الشركة تترك موظف فيها ثلاث حالات بشكل عام الحال الرقم واحد أنه الموظف يرتكب سلوك أو جنحة أو شيء أخلاقي أو بفشي أسرار الشركة وهي حالة معروف فيها يعني يحق للشركة الاستغناء عن الموظفين الحالة الثانية أنه الـ performance أو أداء الموظف بيكون ما يتفق مع الشركة والحالة الثالثة أنه لما الشركة بتغير مسارها التجاري ظروف اقتصادية إلى آخره بتدمج البزنس فتضطر نستغني عن جزء من موظفينها هاي هي الثلاث حالات بشكل عام هلا إذا تحبوا طبعا إحنا الحاليا ما أعتقد نحن نحن نحكي عن الحالات اللي فيها جنحة أو شيء أخلاقي ممكن نحكي عن الحالات اللي فيها خلينا نحكي performance أو أداء الموظف بيكون متدني بالزبط وهيك إذا تحبوا نحكي عن كيف يتم الحكم عليه نعم هلا بتم الحكم على الموظف بهذه الطريقة من خلال شيء اسمه إدارة الأداء إذن عشان الشركة تخرج الموظف بحجة أنه أدائك أنت دون المطلوب لازم يكون فيه إشي اسمه إدارة أداء يعني يكون في بداية السنة في أبجيكتبز أو أهداف تنحط مسؤول الموظف المباشر يبني معه هاي الأبجيكتبز بعدين براقبوا فيها بعدين بقيموا فيها بيدربوا عليها بيدربوا عليها براقبوا فيها وبيعلموا بأنه مستواك عم بيطلع أو عم بينزل وبالأخير بتنتقيمه فهذا عشان تكون إخراج خروج الموظف في حال يعني هذا موضوع كثير سيء على ذكرها يعني حتى الكلام أنه موسهل نعم لكن خروج الموظف وقع نفسي عليه وعلى عائلته مية بالمية لكن عشان يكون الخروج ودي لازم يكون فير أو عادل عشان يكون عادل لازم يكون فيه نظام إدارة أداء حتى الموظف يعرف حاله أنه فعلا أنا وصلت حي لها المرحلة طب حضرتك أستاذ مهندس عبد الله يعني حضرتك مستشار بهذا الموضوع بالتحديد لدى الشركات كل أديش الشركات بتعمل تقييم الأداء يعني عشان ما بصير هو يجي يتفاجأ مرة واحدة إنه مستغلين عن خدماته يعني ينصح إنها كل أديش يكون تقييم الأداء وشو النقاط اللي لازم يمشوا عليها الموظف ولي عم بياله بيقيم الأداء هلأ هذا شي رائع فكرة هذا من أكثر الأمور اللي بتفرق الشركة الناجحة واللي رائدة عن الشركات المو هيك هلأ بالعادة فيه تقييم نصف سنوي وتقييم بآخر السنة لو أنت جعلته ربعي كل ثلاث شهر أنت بتكون ممتاز لكن شغلة مو سهلة لكن أقل شيء في نصف السنة يتم تقييم الموظفين يتم إعطائهم نتائجهم أنه أنت كيف مؤشرك ماشي هلأ لو عملته كل ثلاث أشهر أنت رائع يعني أنت عم تعطي الموظف أو مؤشرات مسبقة نعم لكن لابد مرة ثانية من ثلاث شغلات الشغلة رقم واحد يكون فيه نظام إدارة للأداء الشغلة الثانية الموظف يتدرب على الأشي اللي أنت تطلب منه يحب التدريب المناسب ما تحسبه عائشي أنت مدرب عليه والشغلة الثالثة لكي يكون الخروج من الموظف في حال تم اتخاذ القرار ينوني يخرج لازم يكون عنده تنبيهات معينة كافية بحيث أن الموظف يعرف زي ما حكينا أنه أنا وصلت حالي لهذه المرحلة نعم هلأ هناك قانون العمل والعمال والضمان الاجتماعي طبعا هناك القوانين والتعلمات الداخلية لكل الشركات وفيه العقود المنفصلة اللي بتكون يعني عاقد لسنة وهذا وفيه العقود الشفاهية وهي أصلا معترف فيها يعني معمول فيها وكثير من شركات الأردن بتعمل فيها أصلا يعني فكيف الوضع القانوني بيكون بالنسبة للموظف والشركة نحن بحاجة بهاي الفقرة لنحكي عن ثلاث بنود في قانون العمل ثلاث بنود لازم الموظف يقرأهم نعم يعني قانون العمل فيه نغطي كل نواحي التوظيف وإدارة العملية المادة رقم 28 المادة هي بتحكي عن ما هي الحالات اللي الشركة بتطلع الموظف فيها بدون إشعار لازم يقرأها الموظف المادة 28 من قانون العمل وموجود على الانترنت ببليك وبقدر تراجحهم المادة 29 إنك انت متى بتطلع بدون إشعار انت انت كموظف بتقدر تترك شغلك بدون إشعار أنا يمكن ومش موضوع الحلقة بشكل أساسي لكن 28 29 مهمات جدا جدا كل حدا يعرفهم والمادة 31 هي خاصة في الحالات اللي بتنفيها إخراج الموظف إذا الشركة قررت بإنه إحنا غيرنا البزنس أو دمجنا البزنس أو بدنا نستبدل تكنولوجيا جديدة أو أحيانا إحنا بمر بظروف اقتصادية مثلا مالية مثلا متعسرة وبالتالي أنا أستغني عن موظفيني هذه المادة 31 هي بتفرج الموظف كيف شركتك في هذه الحالة تتعامل معك فيه أمور مضبوطة بشكل ممتاز يعني قانونيا بتتوجه الشركة كتاب لوزارة العمل وزارة العمل بتشكل هيئة بتشكل لجنة لجنة تقصي ولجنة تحقيق بهذا الموضوع وفيها نتائج يعني الموضوع مش متروك على الغارب يعني كله موجود يعني القانون بحفظ الحقوق الجميع فلازم يطلوا على المادة 28 29 21 31 طيب هلأ نيجي لصلب الموضوع أو زي ما نقول قلب هذا الموضوع واللي هو إنه خمس خطوات رح تعطينا حضرتك اللي هي لازم الشركة تتخذها لما بدها تنهي خدمات موظف واللي هي بتكون ودية ومهنية وتحفظ حقوق الطرفين وكرامة الطرفين أكيد صحيح الآن إحنا بس أبد ما نحكي الخمس خطوات نحكي إنه هاي الخمس خطوات مش قانوني بالقانون هاي من الخمس خطوات تندرج تحت مفهوم اللياقة الإدارية نعم وهذه الخمس خطوات هي اللي بتخلي الشركة سمعتها متميزة بينها باربالها عم موظفينها واللي بيشتغل معهم يعني زي ما بيحكوها يعني يالو إلى آخره إذن هاي الخمس خطوات الخطوة رقم واحد عقود الشركة مع الموظفين قبل ما نحكي عن إخراجهم بتكون العقود واضحة وما فيها أي نوع من بسموها العقود غير ملتوية واضحة العقد يكون واضح حتى يقدر الموظف يعرف شو اللي هو اللي هو اللي عليه هاي رقم واحد إذن الخطوة الأولى تكون العقود واضحة وما فيها نصوص ملتوية الخطوة الثانية أنه عند إخراج الموظف ما يتم التحايل عليه قانونياً في عقده بتعرف حضرتك القانون فيه أحياناً ثغرات من هون ومن هون وأحياناً الكلمات تفسر فعند إخراجه إخراج الموظف لازم تكون عملية إخراجه ما يكون فيها أمر ملتوية التحايل على العقد هاي نقطة الثانية النقطة الثالثة أن الموظف نفسه ما يشعر حاله عند إخراجه بأنه شخص غير مرغوب فيه هاي نقطة الثالثة هي اسمها اللياقة في إبلاغ الموظف قرار يعني خلني حكي الاستغناء على خدماته منها أنك تبلغه بأسلوب جميل وبأسلوب لطيف وبوقت معين من أوقات السنة اللي بيقدر هذا الموظف أنه يلاقي فرصة تانية فرصة تانية يبحث عن وظيفة حتى يعني شو أفضل أوقات بالسنة حتى يكون لدي فرص أخوة يلاقي حدا أعمال آخر طبعا كل بيزنس فيه له أوقات معينة فيها فرص لكن بشكل عام بدايات كل سنة فيه عقود بدايات كل سنة الشركات بتكون عاملة موازنات وموارد بشرية وتبلش تعين فإذا بلغت الموظف تباعك في نهاية السنة في منتصف السنة فهيضطر يستنى وحيتكون الأمور متعثرة فإذا أنت شركة بتبحث عن تميز في أمور الموارد البشرية وحاب إخراجهم إذا اضطريت يعني يكون ودي أنت راصد الأداء تبعه فلا تأخر حالته أو استغناء عنه لمص السنة بلغه في بداية السنة حتى بلغوا بداية الأسبوع أفضل كمان مش تبلغوا بالويك أند يروح وهو مرفوض لا بلغوا بداية الأسبوع وحتى في كتير جيد براكترس تبلغوا بداية النهار بداية النهار لماذا يريد أن يعرف أن يبدأ بأموره إلى آخره هذه النقطة الثالثة النقطة الرابعة أن الإسراع في إجراء معاملة إخراجه من ناحية من ناحية الإسراع في شهادات الخبرة الإسراع في تسليم مشاهداته في دوراته خلاصات المالية خلاصات المالية كلها تسرع فيها بشكل كامل والنقطة الأخيرة أنك ما تسيء للموظف تبعك في شركات أخرى بحيث أنه مش يطلع من عندك يعني ما يقلق وما بيروعة محل بقولوا آه والله إحنا أنت اللي يطلعوك لا خلاص عندما اتفقت أنت وياه البرفورمس تبعو كان دون المطلوب بس ما في داعي أنك أبدا أنك أنت الحكي هذا يكون عند الشركات الأخرى لأنه في ناس مظبوط يعني بيبدعوا ببيئات معينة ولما بيطلعوا من بيئة بيبدعوا ببيئة تانية فأعتقد أنه هذا كتير مهم مسؤولية الشركة تحافظ عادة كإنسان إليه كرامة وإليه مستقبل وعنده مسؤوليات يعني يمكن عنا ما كانت البيئة مناسبة بجلد انتقل لشركة تانية فيها تدريب أكتر يشتغل أكتر بمجال هو ممكن يبدأ فيه لا تنسي كمان أنه نفس الموظف بني آدم ممكن فعلا كان مقصر وقرر أنه ما يقصر قرر أنه يشتغل على شيء معين يعني يعني يعطي فرصة ما أكون أنا سبر يفرض أنه فعلا كان غلطان فهذه لهم الخمس نقاط وأنا بس كمان بركز على جانب كتير مهم لأنه بالنهاية جانب نفسي كل الحوار الحلقة هاد نفسي عملية إبلاغه أول شيء ما يشعر بأنه ضمن الخمس نقاط ما يشعر أنه غير مرغوب فيه نعم مش يجي عليه واحد يحكي له سلم الباسويرد سلم اللاب توب ايب مثلا فجأة يجي عليه موظفي يقول له أنا بديلك لو سمحت تعطيني الباسويرد أنا فيه أحد الموظفين حكالي أنه لما جت بدي أطلع بالأسانسير الكرت ما اشتغل فأنا شعرت بالإهانة شعرت بالإهانة لا أنا ما لازم ما يشعر أنه غير مرغوب فيه وطبعا يفضل أنك تتب له كتاب شكر وإذا كان في مكافأة مالية تصرف له إياها يعني هاي هاي الأمور اللي بتخلي الشركة فعلا متميزة بتخلي هذا الموضوع مع أنه موضوع مؤلم نفسيا لكنه بتخليه نوعا ما مقبول وأكيد نحن نرجع لأهمية تقييم الأداء كن دائما نعرف شو مطلوب منه شو بحتاج لتدريب حتى يتقن الإشيء اللي هو مقصر شكرا لوجودك معنا مهندس عبدالله حنتوش أهلا وسهلا عفو شكرا كتير أهلا وسهلا شرف